بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين جريمة الزنا التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية بشكل فاحش الزنا له سببان رئيسيان الأول ضعف الوازع الديني والتنشاء الدينية الغير صحيحة أي الأب الأم من نشأن الأولاد تنشاء غير صحيحة لا يرب الأولاد على الدين يعني يحضرني هنا رجل وامرأة كانوا يسافرون ويتركون الأولاد في البيت يجلب المال وكانوا أصحاب مركز فنشأ الولد والبنت جمع بعض في المفراش نشأت علاقة غير شرعية بالأخ وأخته ونقرأت هذه القصة بنفسي والبنت كانت مضمنة لعلاقة مع أخيها كانت بنت في الجامعة والولد في السنوي لأنه لا يوجد تنشئ التعليم الحلال والحرام وتنشئ الدينية وتنشئ على القرآن وعلى الصلاة فالضعف الوزع الديني رقم واحد السبب الثاني وهذا السبب الأكبر الاختلاط بين الرجال والنساء لذلك يحضرون هنا حديث عظيم سيدنا علي بن أبي طالب يسأل سيدة فاطمة رضي الله عنها يقول لها ما هو أفضل شيء للنساء؟ فترد عليه رد غريبا تقول له ألا يراينا الرجال ألا يراينا يراينا الرجال فتعجب سيدنا علي بن أبي طالب فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سألت فاطمة فقالت له كذا فقال له فاطمة بضعة مني فاطمة بضعة مني أي قطعة مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لما قالت فاطمة أقر هذا يعني هو حتة مني يعني الليته ده مزبوط فلذلك ربنا قال سبحانه وتعالى في صوت الأحزاب وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقبنا الصلاة وآتينا الزكاة لأن الصلاة والصلاة الزكاة اللي بتنهى فكان الآية دي جامعة بالتربيع على الدين تعال إلى مصدر وأقرب ربنا يصلي منه عامل سبعة سنين وتعلم الدين وتعلم تلتاق ونشأ تنشئة دينية مظبوطة وبعد كده حرق يعني موني عمل الإختلاط لذلك أقرأ كمور والعلماء وده اللاجنة فتوى حرمة خروج المرأة اللي عمل لا جوز خروج المرأة اللي عمل لأنه هذا هو أكبر سبب الإختلاط وأكبر سبب تصرف هوحش موجودة الآن في المجتمع إيه؟ عقوبة الزنا في الدنيا قبل الاخيرة. فياريت اللي يسمعني دلوقتي بيمارس الزنا والعزو بالله في السر. او اللي يعرف واحد بيمارس هذا يسل له هذا الفيديو. الزنا لوحه عقوبات كثيرة جدا في الدنيا قبل الاخيرة. اول حاجة في الدنيا. الزنا يورس الفقر. كان في الحديث فيه بعض الضعف. لكن هناك اصل صحيح. صحح ابن حبان في السقاط. قال النكحول. هذا كبار التبعين. قال سمعته. عبدالله ابن عمر يقول اياكم والزنا فانه يورس الفقر. وايضا هناك اصل اخر في كتاب معرفة الصحابة عن ابن عيم. انه قال انزيد ابن عمر انه كان شيخا مستددن على الكعبة. فقال اياكم والزنا فانه يورس الفقر. وجاء في المناوي في فايدر القدير. ايضا بسانة صحيح. الزنا يورس الفقر. فالفقر قال العلماء نوعان. يبقى تمحق بركة المال. يبقى نسمعه فلوس. بس مش عايز بلزة المال. المال بلقته منحقة. يجيله امراض ويجيله مشاكل. ويحس انه معهش فلوس ومعه فلوس. او انه فعلا يصب الفقر. ده لو يعني رابرة سبحانه تعالى بيحبه شوية عاقبه فيضيع له المال كله. دي دي العقوبة الاولى في الدنيا. العقوبة التانية التعاسة. لا تجد انسان يبقى يمارس الزنا بانتظام. الا هو تلاقيه يعني مليان تعاسة. قلبه مليان مع تعاسة. لذلك اكبر نسبة انتحار في الدول الاوروبية في السويد. بين الشباب اللي عندو 15 سنة 16 سنة 17 سنة عندو امكانيات. وشقة مستقلة وعربية. في الشقة ويمارس كل ما هو كله عايزه متاح له. ويجد تجد وهنتحر. اكبر نسبة انتحار. بينهم. ليه? بسبب ان هو. لان اصلا الزنا يعني يناقض ويخالف فطرة الانسان السليمة. يعني فطرة الانسان نفسها تخالف التي فطرة ده سبحانه وتعالى عليها الناس ترفض الزنا. لكن الشهوة اللي بتدفع الناس اللقوع في الزنا. مع نفس الامارة بالسوق والشيطان وا 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 وا. بعد كدله انسان انتوا شها بالندم. لذلك الحاجة التعاسى تجد انسان اللي ما يمارس الزنا تعانية جدا جدا. مهما يحس شعر بتعاسى ولاشعر في يعني في السبب. اه. قلبه ما구� imity تعاسى. الحاجة التانية. الشعور. الحاجة التانية. الشعور. واي. انيหنا قلنا لها دلوقتي. ان هو. يرمس الفقر يرمس التعاسى. انسان يحصل عنده حزن جديد جدا. مش عارف السبب ايه. الحاجة ثالثة يوري السواد الوجه وظلمة الوجه. فدجة الانسان ده مكروه. لا يراه احد الا ويكرهه. والعوذ بالله. الحقوبة الرابعة يصلب منه الايمان. في المارس الزن بالانتظام. العصر حسنا يقول في الحديث لا يزن الزاني. وهو لا يزن الزاني. لا يزن الزاني وهو مؤمن. آآ ولكن يرفع منه الايمان يكون كالظلة. في اذا تاب عاد الهي الايمان. فاللي يمارس الزن بالانتظام. خلاص بيبتعد عنه الايمان ويكون قريبا جدا من الكفر. وقال علماء بقى انه لا يستحل كل شيء. يكون خائن وغادر. ولا يس عنده مرؤة. ولا يس عنده يعني تقع منه كل الفوحش. اذا ادمن الزنة تقع منه كل الفوحش. آآ المعقوبة البعض كده والعوذ بالله. آآ يصاب بالغباء القلبي. يقول قلبه مزلم. فلا يستطيع ان يميز بين الحق والباطل. يكون كالحيوان. لان اصاصل قال. الزنة آآ آآ النازرة سهمه من سهم ابليس. فقال يعني سهمه مسلمون من سهم ابليس. فقال علماء السهم يخرج من العين. ده يتكلم عن النازرة الحالية منها مقدمات الزنة. ليس يتكلم عن الزنة بالفرج. فيرجع. فيرجع هذا السهم بعد ما يعني يخرج من العين. ثم يرجع الى آآ الانسان فيطعانه في قلبه او يطعانه في فرج. لذلك اللي زين يعني يعني يشاهدون المحرمات وغواوة بيصاب بآآ ضعف الجنسي. ويصاب يعني يصيب عنده نوع من البلاهة. لا استطيع ان يفرق يفرق بين الحق والباطل. لذلك كما نرى الان كثير جدا من الناس تجلوا لا استطيع ان يفرق بين الحق والباطل. يرى الخطأ الخطأ صحيحا. لذلك الموازين اتقلبت ليه? لان معظم الناس والعزو الله الى من رحمه ربي بيقع في الزنا يعني ايه بدرجات مختلفة. اما في زنا العين او زنا اللمس بيتحرش او او حتى اصل به الى زنا الفرج عند الكثير من الشباب. فا اه اه تجد كثيرا من الناس يناصر الحق الباطل لا استطيع ان يميز الحق يعني يا يستطيع ان يفرق بين الحق والباطل لان ايه? خلاص القلب اصيب اصيب بعما قلبي عما ضعف البصيرة فالقلب لا استطيع ان يفرق بين الحق والباطل بسبب العقوبة اللي بعد كده بالنسبة للزياني الإصابة بالأمراض في الدنيا لذلك 250 ألف واحد في أمريكا كل عام بيصابوا بمرض اسمه مرض الهيربس مرض قطير جدا مرض نوعدي بيصاب بيصاب حكة وهرشة وتورن في الجهاز التنسولي بالسبب طبعا ده فيه أمراض أخطى من كده زي الزهري مرض قاتل يعني بيصاب في المحارة الثانية أو الثالثة والإنسان بيبقى خلاص منتهي ميت ده غير طبعا الإز ده من نسبة للعقوبة في الدنيا يعني الإنسان يبقى تعيس إنسان تنفحك برقة المال يصاب بالفقر يصاب بظلمة الوجه ويبقى مكروه بين الناس ويصاب بالأمراض وضعف الصحة يبقى صحيته ضعيفة وحاس دايما أنه تعبان وتائب العقوبة اللي بعد كده في الحالة برزخية رصوح السلام رأى رؤية فإذا يعني رأى رجال ونساء وراه تحتهم مثل الطنور في الطنور ينزلون على هذا فإذا نزلوا كانت هناك أسفل منهم نار تحرقهم فإذا نزلوا عليها ضوضووا كما جاء في الحديث يصرخوا يعني جاء زهب الرسول السلام قال في إذا ما كان فيه لغط في إذا ما كان مثل الطنور وفوقه نساء ورجال عراء فإذا أعزوا من الله ينزلون للعقوبة من جزء من جزء العمل كان يتعرى في الدنيا ويتمتع بهذا الجزء العالي هو المرأة دي فيضع معها ويضع فوق فرن يحترق يحترق ده عذاب مستمر في الحال برزخية قبل دخول النار والعظم الله فيه من الجبل الواقوبة في الآخرة لا ينزل الله سبحانه وتعالى إليه ولا يزكيه ولا عزبه الأليم لذلك الرسول السلام قال في الحديث ثلاث لا ينزل الله إليهم ولا يزكيهم ولا عزبه الأليم ملك كذب ملك يجذب على ريعته وما أكثر ملوك الكذبين الآن أو شيخ نزان أو عائل مستجبر شيخ زان وكلمة شيخ في اللغة كثير من العلماء اللغة قالوا اللي بتخطى تلاتين بالنسبة للزينة أو بالنسبة للطائب أشيخ يعني يعني جاء في القصة وقالت ذلك ابني كثير الرسول السلام ما ذهب يخطب سيستين الأم سلامة قالت لا أنا مرأة كبيرة فرسول السلام قال له أنا مثلك أصابني ما أصابك كان عندك كمس سنة كان عندها تنين وتلاتين سنة وقالت له المرسلة كبيرة وما قال لاش لا أنت لسه في عيس الشبابك لذلك علماء قالوا لأن الإنسان بيقدر على النكاح وعلى الإنجاب وعنده شهوة في سنة 14 سنة كثير من الناس أو في 13 بعض بعض الناس في سنة 13 بيبلغ يعني كان فيها شاب وفتاة في أمريكا عملوا علاقة غير مشروعة الولد كان عنده 13 سنة والبنت كان عنده 15 سنة أنجبه وهو عنده 13 سنة وعنده 15 سنة فعبرا ما وصلها سنة 13 كله الشهوة هادئة ونقوى يعني وحبطت كتير جدا فالغلمة والشهوة بتكون في سن من 15 بالكتير إلى 18 أو 20 بعد كانت الشهوة بتهدأ بتهدأ كثيرا فما فيش بعده الثلاثين حجة خصونا لو كان متزوج فده أعتبر فور في اللغة شيخ شيخ نزال فلا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم وجاء هناك في الأسر أيضا من العذبات اليوم القيامة المرأة التي تجنزل بها توضع في تابوت وتحبس في جهنم والعزو بالله في تابوت من نار في داخل النار كما قال الله سبحانه وتعالى في عمد الموددة عمد الموددة توابيت من نار يوضع فيها فتوضع المرأة الزينية في تابوت من نار وتغفل ويخرج من فرجها قيح وصديد والعزو بالله له رائحة سقيقة جدا 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 يكبر هذا الرجل الزيني على الشرب منها زي ما كنت وتتمتع بهذا الفرج في الحرام في الدنيا الجزاء من جلس العمل دائما في الشارع الجزاء من جلس العمل يكبر على أنه يشرب من فرج هذه المرأة الزينية التي كان يزن بها هذا القيح يعذب به كما كان يعني الذين يعبدون الأصنام يعذبون بالأصنام بالحجارة في النار ربما يعذب بالسلم نفسه كان بيعبود ويحرق به عشان يزداد حصرة فبارد الرجل يعذب مع المرأة يخش وكل مؤذي في النار كما جاء في الحديث على الرسول والسلام فجزاء من جلس العمل زي ما كنت تمتع بهها في الحرام دي بعض العقوبات في الدنيا فلذلك اللي بيمارس الزيني الآن تقل الله سبحانه وتعالى لأن سنتقم الله منك في الدنيا قبل الأخيرة شر انتقام سنتقم الله منك في الدنيا شر انتقام قبل الأخيرة قبل الأخيرة قبل الأخيرة تنشره بيدي لعشان لو تعرف واحد بيمارس هذه التأك ترسل له هذا الفيديو لكي يتطعز ترسوش تفعيل الجرس وأشتراك فراء أقول قولي هذا استغفر الله تفعيل شكرا